السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى بقية الجزء الأول Ohms Low إذن قانون الأوم هو كالآتي وهو يجمع بين قيمة المقاومة Resistance وقيمة التيار الكهربائي الذي يدخل إلى هذا المقاوم الكهربائي وقيمة الجهد بين قطبيه فقيمة الجهد بين قطبي المقاوم تساوي قيمة المقاومة وهي بالأوم ضارب قيمة التيار الكهربائي هذا إذا دخل التيار الكهربائي من القطب الموجب أما إذا دخل الطيار الكهربائي من القطب السالب فالفرق بين القانونان هو إضافة سالب إلى القانون إذن قانون الأوم يجمع بين ثلاث قيم وهي قيمة الجهد قيمة التيار وقيمة المقاومة ففرضا إذا أردت استخراج قيمة المقاومة المقاومة فعن طريق هذا المثلث ماجيك تريانجل فتساوي قيمة المقاومة هي قيمة الجهد على قيمة التيار إذا أردت معرفة قيمة التيار الكهربائي في المقاوم فيساوي قيمة الجهد قاسم قيمة المقاومة أما إذا أردت معرفة قيمة الجهد في المقاوم فهو يساوي قيمة التيار الكهربائي ضرب قيمة المقاومة ونستطيع بهذا حفظ هذا القانون من خلال هذا المثلث حتى لا ينسى وعكس المقاومة تسمى الكوندكتز ويرمز إليه بحرف الج ووحدتها السيمانس يعني مقلوب المقاومة هو الكوندكتز فعلى سبيل المثال لو عندي مقاوم قيمته عشرة أوم فقيمة الجهد هنا ليست إلا مقلوب المقاوم يعني واحد على عشرة يعني سفر واحد سيمانس بنفس الطريقة لو عندي مقاوم قيمته ثمانية أوم فأن قيمة الجهد هنا هي مقلوب المقاومة يعني واحد على ثمانية يعني سفر مية وخمسة وعشرين سيمانس حتى نفهم قانون الأوم إلينا هذا المثال ففي السؤال الأول أريد قيمة الجهد هذا هو المجهول إذا علمنا أن قيمة المقاومة هي عشرة أوم وقيمة الطيار الكهربائي هي أربعة أمبير فمباشرة من خلال قانون الأوم في هذا المثال فقيمة الجهد تساوي قيمة الطيار الكهربائي ضرب قيمة المقاومة قيمة الطيار الكهربائي هي أربعة أمبير ضرب قيمة المقاومة هي عشرة أوم يعني عندي أربعين فولت في هذا المقاوم ثانيا أعطي لي هنا المقلوب للمقاوم هي الجاي وسميناها الكوندكتنس قيمة أومة 002 سيمانس وأعطي لي قيمة الجهد عشرة فولت المطلوب هو قيمة الطيار الكهربائي وقيمة الطيار الكهربائي بقانون الأوم ليست إلا قيمة الجهد على قيمة المقاومة يعني V واحد على R وقلنا واحد على R ليست إلا الكوندكتنس وال V هنا هي عشرة فولت يعني قيمة الطيار الكهربائي تساوي عشرة فولت ضارب قيمة الجاي وهي 002 سيمانس أما في المثال الثالث فمطلوب مني قيمة الرزيستنس إذا علمنا قيمة الجهد وقيمة الطيار الكهربائي عن طريق قانون الأوم قيمة الرزيستنس هي قيمة الجهد على قيمة الطيار الكهربائي يعني 14 فولت على 21 إمبير ونستخرج قيمة المقاومة في المثال الثاني أوطيت لنا دارة كهربائية تحتوي على بطارية مصدر ثابت للجهد قيمة الجهد هنا الجهد هو 12 فولت عندي لمبة هنا قيمة المقاومة هي R تساوي ثلاثة أوم مطلوب مني هنا استخراج قيمة الطيار الكهربائي ونعلم جيدا أن الطيار الكهربائي يخرج من القطب الموجب إلى القطب السالب عن طريق قانون الأوم قيمة الطيار الكهربائي ليست إلا قيمة الجهد على قيمة المقاومة يعني 12 قاسم ثلاثة يعني 4 إمبير لكن فرض علي في هذا التمرين أني أريد قيمة الطيار الكهربائي في الاتجاه المعاكس فتكون قيمة الطيار الكهربائي مضيف فقط سالب سالب 4 إمبير ترجمة نانسي قنقر